لم تلتزم كبرى المؤسسات المالية العالمية التي تعهدت بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050 بتخفيض تمويلها لصناعة الوقود الأحفوري وأبقته عند 742 مليار دولار بلا تغيير يذكر عن العام السابق رغم توقيع 19 دولة على التزامات بشأن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 26 وتحذيرات وكلة الطاقة الدولية من خطورة تمويل هذه الصناعات وذكر التقرير الصادر عن منظمة Rainforest Action Network أن مؤسسات مالية قدمت العام الماضي 185.5 مليار دولار إلى 100 شركة تقود مساعي توسيع إنتاج الوقود الأحفوري في حين أن مجمل الإقراض لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر عن العام السابق عندما بلغ 750 مليار دولار وظل أعلى مما كان في 2016 و2017 وبحسب تقرير للبنك الدولي تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر مناطق العالم عرضة لمخاطر تغير المناخ حيث يذهب أحدث تقييم للمؤسسة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى توقعات بأن يصبح المناخ أكثر حرارة وجفافاً في معظم أنحاء هذه المنطقة وهذا ما قد يتسبب في انخفاض المحاصيل حول العالم بنحو 30% وارتفاع الطلب على الغذاء بشكل حاد تسعى الدول إلى الحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى مع هدف حد الاحترار العالمي بـ 1.5 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر